شهر الفائت عملنا في المؤسسة على أعداد تقرير على حرية الرأي والتعبير في العالم العربي وكان ذلك طبعاً من خلال رصد وتوثيق الانتهاكات على حرية الرأي والتعبير وأبرز ما جاء في السعودية وكان ملفت للنظر صراحة أولاً كان قيود واسعة لحرية التعبير وحقوق الإنسان بسبب الاعتقالات التعسفية للنشطة ومستخدمين الانترنت وكانت في أحكام عم تتراوح بين العشرة إلى خمسة وأربعين عام بسبب استخدام تغريدة أو ما شابه ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي نقص واضح في العدالة في المحاكمات الجماعية وعدم تأمين حق الدفاع وبالتالي عدم اتباع وصول المحاكمات المدنية هناك تغييرات إيجابية في حقوق المرأة لا أحد يستطيع انكرها لكن تبقى هناك تحديات بعملية التمثيل والقيود الاجتماعية والانخراط بالعملية السياسية مخاوف حول ظروف سيئة حول العمل وطبيعة العمل وحقوق العمال استمرار استخدام عقوبات الاعدام والعقوبات الجسدية وما ذلك السعودية تتصدر هي أحد الدول التي تتصدر في العالم تنفيذ عقوبات الاعدام أيضاً هناك انتقادات واسعة لتعامل السلطات مع المعارضين والنشاطات هناك مفهوم الأعمال التجارية وحقوق الإنسان هناك تناقض جداً كبير تتعامل به الحكومة السعودية أولاً مفاهيم الأعمال التجارية وحقوق الإنسان لازم يكون فيه هناك شرط واضح وضروري وهو تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية وحقوق الإنسان نحن اليوم اللي عم نشوفهم بالإثثمارات السعودية أو ما تفعله الحكومة السعودية هو استقدام الإثثمارات هاي والأعمال التجارية الغير مبرر في تبذيرها المالي للتغطية الضخمة على الانتهاكات لحقوق الإنسان واللي هي بتوازي جرائم ضد الإنسانية وأحجامها عن الإعلام اليوم الحكومة السعودية تثسمر اليوم بشكل كبير بتنظيم هالأحداث الرياضية وجلب نجوم رياضة بهدف تحسين صورة وجسم الأثثمارات الأجنبية رغم الجهود الدعائية التي تبدو براقة لكن تظهر تلك الأحداث كغيطاء لانتهاكات حقوق الإنسان وعم نشوف هذا الشيء بشكل مباشر بعمليات القمع التي تمارس بحق المعارضين السياسيين والناشطين السلميين وكشفت عن ذلك إذا ما حنقول المئات العشرات من التقارير للمنظمات الدولية الحقوقية